بدأت وزارة الصحة بتقديم خدمات القسطرة القلبية في مستشفى الزرقاء الحكومي من خلال وحدة قسطرة القلب التي استحدثت مؤخراً بكلفة مليوني دينار وجرت في الوحدة خلال الأسبوع الماضي عملية قسطرة مبرمجة زرعت من خلالها شبكات قلبية لعدد من الحالات المرضية من جانبه أكد مدير المستشفى الدكتور محمود دولة أن إدخال هذه الخدمة يشكل علامة فارقة في تقديم الخدمة الطبية لتشخيص وعلاج مرض احتشاء عضلة القلب أو الذبحة الصدرية التي تحتاج لإجراء التداخلات الطبية ووفرت الوزارة هذه الخدمة من خلال شراء خدمات الأطباء المتخصصين بالإضافة إلى كوادر وزارة الصحة الطبية والتمرضية التي أعدت مسبقاً لهذه الغاية يوم سعيد جداً أنه ابتدأنا بعمل عمليات القسطرة في هذا المستشفى اللي كان حقيقة مطلب لكل أهالينا في المحافظة نحن عندنا القسم يستوعب لثمن مرضى احتمالية عدد المرضى اللي يكونوا موجودين رح يكون العمل فيه يومياً كدوام عادي كل الحالات المبرمجة التي تحتاج إلى عملية القسطرة سيتم التعامل معها وتركيب ليس فقط هي القسطرات التشخيصية وإنما هي القسطرات التشخيصية والقسطرات العلاجية المقصود بالعلاجية التي هي تركيب الشبكات